اشتركوا في القناة في حياة الإنسان سببه الندم على الماضي أو الخوف من المستقبل وهذا الأمران يعني الماضي والمستقبل كيف قد الإنسان السيطرة عليهم يعني على الإنسان الاستفادة من تجارب الماضي والتخطيط لتوقعات المستقبل ولا يعيش على أمجاد الماضي أو أحزانه بل عليه أن يكون شخصية وسطية في كل شيء تقبل الاختلاف وتقبل الآخر وواعية بكل الأمور التي تحيط بها اتباعا لقوله تعالى في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أثاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العالم